تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات المختصة من ضبط العديد من المتهمين في جرائم المخدرات وتم تسجيل 148 قضية مختلفة ما بين جلب وحيازة بقصد التعاطي فيما بلغت أعداد المتهمين فيها نحو 200 متهم في شهر مارس الماضي كما قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإجراءات وقائية استباقية لمنع انتشار المخدرات من خلال ضبط معاونين لتجار المخدرات وإبعادهم عن البلاد للمصلحة العامة حيث تم إحالة 47 شخص إلى الجهات المختصة